طيب يمكن هنرجع لورا شوية رحيل ميسي عن برشلونة يمكن يعني رحيل ميسي لسه لغاية ده وقت ليه أثار في برشلونة مسائل التواصل الاجتماعي في السوشيال الميديا لكن يمكن الغريب ويمكن اللي بيتقال عن يعني خروج ميسي من برشلونة حاجات كتيرة جدا 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 على مستوى طبعا لما تكلمنا قبل كده أن كان لون ميسي غاضب جدا من لابورتا طبعا الرئيس برشلونة كان في وقت من الأوقات قال أننا عرضت على ميسي البقاء يمكن بأجر بنصف الأجر ولكن ميسي رفض هذا البقاء وكان ميسي زعلان جدا من هذا التصريح على الجانب الآخر دلوقتي كمان ميسي زعلان من بيكيه يعني غضان من بيكيه طبعا قائد برشلونة ويعني هو بيتكلم على ما بينكو سين كده أصدقاء العمر يمكن كان ميسي عمل حوار صحفي مؤخرا وكان فيه مفاجأة من العيار التقيل بيتتعلق بيمكن تعرض ميسي للخيانة من بعض زملائه في صفوف برشلونة قال ماسكروه طبعا أن ميسي بيشعر بالألم من بعض أصدقائه في الفريق ويعتقد أنهم مدعمهوش بشكل كامل وكان على سبيل المثال لما لابورتا سأل بيكيه على سبيل المثال عند رحيل ميسي اللي وصل ميسي بيكيه قال له مش مشكلة ميسي لما يرحل عن برشلونة مش هتكون قزمة كبيرة ومش هتفرق كتير جدا مع الفريق يمكن ده أصاب شوية ميسي بالإحباط لأن طبعا سيما حضرتكو شايفين وكل العالم شايف أن رحيل ميسي عن برشلونة أكيد كان ليه أثار كبيرة جدا جدا على المستوى الفني وعلى مستوى التصويقي وعلى جميع المستويات في فريق برشلونة أو في كتالونة ترجمة نانسي قنقر